مجلس النواب يستعد لمناقشة موازنة العام 2022 وأقرارها في ظل الشلل الذي يصيب العديد من مؤسسات الدولة محاولاً بذلك كسر الجمود الحاصل وأقرار القوانين المهمة ولسيماً في الحقلين الاقتصادي والمالي مصدعية الدولة اللبنانية واحد من عناصر إثباته وجوهره هو الموازن اللي هو أهم قانون بدون أدنى شك بيصوت على المجلس النواب سنوياً تاني عامل هو داخلي وهنا على الصعيد الداخلي الاشكالية الكبيرة أنه نحن بآخر السنة تقريباً يعني ما رح تدخل الموازنة حقيقة التنفيذة قبل نص شهر عشرة يعني بيظل فيش شهرين ماكسيموم ثلاثة شهر للسنة لأرقام تحققت يعني حتى لو حطوا موازنة أجمل موازنة بالعالم عشي لا نفع ما هي الأرقام تصارت صارت على الأرض وبالتالي نعم يجب أقرار هذه الموازنة لذلك فيه عوامل كتير معقدة بهذا الأمر يعني فيه إشي كتير فيها غموض الجيبية الإرادات كيف بدك تحققها وأنت عندك قطاعك العامة معضرب يعني من هذا المنطلق هذا إذا بدك شو ما حطيت بالموازنة عامة كأرقام عارفت كيف أني حطوا اللي أقرب شي للوائع هذا اللي بعتقد ياللي صار قرار الموازنة بمواعيدة الدستورية هو شيء أساسي جوهري وبحسب الخبراء لا يبدو أن الإقرار الموازنة علاقة بسعر صرف الدولار هل من الممكن إقرار الموازنة ومشروعة أنه يسهم بخفض التدهور الحاصل بسعر صرف الدولار خصوصا بعد اعتماد المحروقات بشكل كامل على الدولار يعني زيادة الطلب على الدولار بالسوق وعدم وجود أفاق واضحة لهذا الموضوع الدولة فقدت السيطرة هارفت كيف على دولار الدولار عامة لعدة أسباب اليوم الدولار فاتحينها حسابهم الشباب دولار سوء سوداء هذا ما نوش تحت سيطرة الدولة هذا فاتحينهم الشباب لوحدا لبل على العكس الرغم من أنه بيشكل جريمي بحسب القانون اللبناني وخاصة المادة 319 من قانون العقوبات الشباب في التانية مثل ما بدهم بيعملوا اللي بدهم إياه هذا خارج عن الإرادة يعني سينهاك ما بقى فيه إله تأثير الموازني عارض كيف ما تلاقي الأحوال العادية أنه والله نقول أنه عادة الموازني بس تقر تعتطابع ثقة سير يفوت استثمارات على البلد هان شو رجل يفوت استثمارات يعني أول شي نحنا علننا وقف دفع ديوننا اثنين حالتنا بالويل على الصعيد المالي إذن بالرغم من الأوضاع والمشاكل التي تواجه الاقتصاد اللبناني طبق الموازنة أوجب الواجبات لتحديد ما هي تصرف في الدولة ليقوم المجلس بدوره التشريعي على أمل أن يشكل أقرار الموازنة بادرة خير تصيب جميع المؤسسات العامة في الدولة وتؤثر إجابا على المواطن حسن فقيه أنبئا